في ظل كم هائل من الأزمات والكوارث لم يكن ينقص العراق إلا أن يتحول إلى بلد مستهلك للمخدرات بعد أن كان لسنوات يستخدم كمعبر للتهريب والاتجار بالمواد المخدرة القادمة من إيران في الغالب أكثر من 600 حالة مخدرات بين تاجر ومتعاطن بحسب إحصائية حكومية للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 في بغداد حصرا بينما تتضاعف هذه الأرقام في المحافظات الجنوبية والوسطى بحسب ما أكده ضباط في مديرية مكافحة المخدرات الذين بيّنوا أن الاتجارة بمادة الكريستال تزداد بشكل واضح في المحافظات القريبة من إيران كميسان والبصرة فضلا عن محافظة النجف وبوجود المعابر الحدودية غير المسيطر عليها تأتي المخدرات وأيضا عبر كردستان العراق لتهرب إلى بقية محافظات البلاد وفقا لما أعلنه محافظ التأميم راكان الجبوري لكن الأخطر ما كشفه النائب جواد الموسوي عن معلومات تشير إلى تورط ضباط في مكافحة المخدرات بانتشار هذه المواد في الأسواق أسباب عديدة تدفع الشباب الذين تتراوحوا أعمارهم في الغالب ما بين 16 و39 عاما للدخول في نفق المخدرات تعاطيا أو ترويجا في مقدمتها انهيار الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبطالة وسوء الواقع السياسي الذي بات ينعكس على جميع مفاصل الحياة كما أن الكثير من المتعاطين يؤكدون أنهم اتجهوا للمتاجرة للحصول على الأموال التي تمكنهم من شراء المواد المخدرة بعد أن اختاروا الطريق الخاطئ ويقول قانونيون أن العقوبات ليست كافية بحق متعاطية وتجار المخدرات فوفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من يتعامل بالمواد المخدرة مفوضية حقوق الإنسان كشفت عن تسجيل أكثر من سبعة ألاف محكومين بقضايا المخدرات منهم 125 من الإناث في عام 2020 فقط مشيرة إلى أن أكثر الأنواع شيوعا هي مادة الكريستال التي تحول متعاطيها إلى وحوش بشرية وهو ما يفسر زيادة حالات العنف الأسري والقتل والانتحار وغيرها من الظواهر التي باتت تهدد المجتمع العراقي وتنظر بمستقبل مخيف